السلام عليكم ورحمة الله اليوم درسي قواعد اللغة العربية للصف الرابع الاعدادي عندي حل تمرينات اسلوب التوكيد الجزء الثاني صفحة 76 وصفحة 77 التمرين الاول لا تعد الجملة التالية من باب توكيد الفعل بين السبب ايتها المرأة الطموح اركبي اركبي الصعابة لتصلي الى المعاري طبعا جوابها فقط نقول لانه توكيد الجملة الفعلية من الفعل والفاعل لانه توكيد الجملة الفعلية من الفعل والفاعل تمرينا الثاني يقول لك استخرج الفعل المؤكد باحدى نوني التوكيد وبين نوعه ونوع التوكيد بهما من حيث الجواز والوجوء اولا قال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيانه حياة طيبة ولنجزيانهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملوا طبعا نسوون ثلاث حقول الفعل او نوعه او حكمه الفعل او نوعه او حكمه الفعل فلنحيانه مظارع نوعه واجب هنا عندنا ولنجزيانه مظارع واجب النقطة الثانية قال تعالى ولا تحسبن الله غافل عما يعمل الظالمون انما يواخرهم اليوم تشخص فيه الابصار ولا تحسبن هنا اعدي مظارع ولا تحسبن مظارع جائز ثلاثة قال الامام جعفر بن محمد الصادق عليهم السلام يوصي احد رجاله لا تعدنه اخاك وعدا ليس في يدك وفاءه هنا عندنا لا تعدنه لا تعدنه مظارع هنا جائز لا تعدنه زين تمو النقطة الرابعة قال الشاعر واذا الهموم على الفؤاد تعاظمت والدمع في الخدين كالاخدود وترددت اهات صدرك فاعلمنه ان الدواء في مصحف وسجود هنا عندنا النقطة الرابعة فاعلمنه فعل امر هنا جائز خامسة لتنصرنه وطنك دون توان لتنصرنه هنا مظارع وهنا طبعا وجوبا هنا التمرين الثالث قال عنتر بن شداد العبسي في معلقته ولقد ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تفطر من دمي فودت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثغرك المبتسم وقال ولقد نزلت فلا تظني غيره مني بمنزلة المحب المكرمي كيف المزار وقد تربع اهلها بعني زيتين بعني زيتين واهلنا بالغيلة اكد الشاعر الفعل الماضي ثلاث مرات استخرجه مع دات التوكيد وبين ايها زادة توكيدة على الاخر وهل هناك غاية دعت الى ذلك المعينة تمرين الثاني تمرين الثالث التمرين الثالث عندنا لقد ذكرتك او لقد نزلت وقد تربع هذاني يقول اكد الشاعر ثلاث مرات هذاني الاقوى لقد لانه يحتوي على حرفان يفيدان التوكيد الغاية منه يؤكد الشاعر من قوله قد ترتع لتقوية المعنى يلا يعني هذا التمرين الثالث ننتقل الى التمرين الرابع يقول استخرج ادوات التوكيد فيما يلي مبين النوع الفعل اولا قال الامام علي عليه السلام لا يسدنك في المعروف من لا يشكره لك فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشي منه وقد تدركه من شكر الشاكر اكثر مما اضاع الكافر تستخرجون ادوات التوكيد ها عيني ادوات التوكيد ونوع الفعل يسهدنك نون التوكيد الثقيلة كل هذي بس اول وحدة يسهدنك عندنا بس نون التوكيد الثقيلة ثانيا قال ابو تمام يا ليت شعري بالمكارم كلها ماذا وقد فقدت نداك تقول كم مشهد قد جددته لك العلا وكأنه بالامس وهو محيل هنا ادنا كلها توكيد معنوي كل ثلاثة قال المتنبي مضت الدهور وما ايتين بمثله ولقد اتى وعجزن عن نظرائه هنا عدي لقد لام التوكيد اقد النقطة الرابعة يقول ما اهملت صحتي قط ولن اترك الرياضة ابدا عدي قط ظرف افاد توكيد الفعل الماضي المنفي النقطة السادسة لم ينم حر على ظل قط قط ظرف افاد توكيد الفعل المضارع المنفي بلم زين هسا ننتقل الى التمرين الخامس والاخير اكد الافعال المكتوبة باللون الاحمر ثم ادخلها في جملة مفيدة مضبوطة بالشكل اولا قال الامام الحسن بن علي عليهم السلام صاحب الناس مثل ما تحب اي صاحبوك به اه طبعا هذا التمرين الخامس يأتي يقول صاحبي الاخيار يقول صاحبي الاخيار اثنين قال ابو بكر الخوارزمي لا تصحب الكسلان في حاجاته كم صالح بفساد اخر يفسده عدو البريد الى الجليد سريعة والجمر يوضع في الرماد فيخمد نقول لا تصحب الناس الاشرار الثلاثة ما شهد الصادق زورا نقول ما شهد الصادق زورا قط اربعة هلا تتقن عملك نقول هلا تتقن عملك خمسة لم يفز الكسور لم يفز المهمة لقط هاي يعني تمرينات صفحة 76 وصفحة 77 خمس تمرينات قواعر رابع دادي جزء الثاني اسلوب التوقيت ترجمة نانسي قنقر